كان هناك تحديد لنوع العجلات التي ستدخل مطار بغداد الدولي والتي تحددت أن يكون هناك عدم الدخول لمركبات ثلاثية العجلات وأيضاً الدراجات النارية وسيارات الحمل بكل أنواحها وأيضاً تكسي فوق مدير 23 فما فوق تدخل جول 23 ما ستدخل 2022 ما تدخل مطار؟ هو الإجراء ما سيكون إجراء ثابت بقدر ما أن يكون هناك تجربة لعملية نجاح دخول مطار بغداد الدولي وبعدها يكون هناك أيضاً تأسيلات أخرى أيضاً سيكون هناك عدم دخول العجلات التي لا يكون بها متطلبات الأمان والسلامة للركاب هذا الموضوع أيضاً لا سنسمح لهم بدخول مطار يعني مثل شنو؟ نحن لا نقدر نحدد نوعية العجلات بقدر ما أنها سيتم فهمها من قبل المواطن أثناء الإجراءات التي سنقوم بها باعتبار أن هذه العجلات تنسج مع دخول مطار بغداد الدولي أو لا؟ هناك جزئية يمكن يهتم بشريحة تأثر على شريحة كبيرة هم أصحاب التكسيات نعم جزئيهم يتساءلون عن التعليمات الجديدة أي تكسي تدخل فوق الموديل وشنو التعليمات بضبط بخصوص أصحاب التكسيات؟ يعني هستكسي 23 يقدر يدخل يأخذ كروة ويطلع؟ نعم نعم بالتأكيد إذا 22 ما يقدر؟ ليس فقط يأخذ كروة يقدر يأخذ جولة بالمطار ويطلع بدون كروة زين هذا الأمر ما يتعرض مع الشركات العاملة لنقل المسافرين داخل المطار؟ خطة دولة رئيس الوزراء ووزارة النقيل السيد وزير النقيل واجبنا لهم خدمة المواطن ممتاز وهذه المؤسسات هي موجودة لخدمة المواطن أي عملية ابتزاز للمواطن أو عملية ضغط على المواطن باتخاذ إجراءات معينة ما رح نسمح بيها فبنتيجة هو القرار قرار للمواطنين زين هل سكو شغل جدت بالي يعني هو اللي يشتغل تاكسي عند أمكانية يشتري له سيارة 2023 حتى يشتغل بها تاكسي أشغل نسبتهم 2 إلى 1 بالمين؟ استاذبع رغم أنه القرار السلام سويها 18 أو 19 رغم أنه القرار قرار صدر وصدرت تعليمات بي عن طريق المكتب الإعلام الوزارة النقل لكن هذا الموضوع لا يستبعد أن يكون عليه تعديل رح يتم تجربة افتتاح المطار بعدها رح يصير تعديلات يعني مثل ما كانت هناك إجراءات جزئية بعدين تحول الموضوع لا كلي الكل أيضا يحتاج إلى تعديل والتعديل أيضا رح يكون بالقريب العاجل